السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام في هذه الحلقة اليوم سوف نعلق على جديد أخبار الحزمة المالية والشيك التحفيزي الثاني كما تعلمون المفاوضات الخاصة بالحزمة المالية تعطرت ميرانا وتكران خلال الأشهر الماضية وتوقفت قبل الانتخابات فالكل يتحدث على أنه ربما سوف يتم إعلان أو المصادقة على حزمة مالية مما بعد الانتخابات هناك من يتحدث وعلى رأسهم من شماكيرون الذي قال أنه في حالة فوز لجمهوريين مرة أخرى وبقاء دوران ترامب في السلطة فربما سوف نرى حزمة مالية في شهر 2 المقبل من شهر فبراير على النقيد من ذلك فالديمقراطيون قالوا بأنهم في حالة فوزهم في هذه الانتخابات الرئاسية فسوف يحاولون ما أمكن إصدار الحزمة المالية بأقصى صلعة قبل نهاية هذه السنة لكن يجب أن يفهم الجميع أنه في حالة أراضي الديمقراطيون أن يصدروا حزمة المالية المتضرة فعلينا أن نعلم من هم الذين سوف يسيطرون على الكونغرس كما تعلمون حاليا قبل نتائج الانتخابات التي سوف نعلمها اليوم أو غد فمجلس النواب لديه سيطرة من طرف الحزب الديمقراطيون الديمقراطيون هم الذين يسيطرون على مجلس النواب الغالبية أما حينما ننتقل إلى مجلس الشيط فسيطر عليه الجمهوريين فإذا أرادت نانسي بلوسي المصادقة على الحزمة المالية المقبلة قبل نهاية هذه السنة فيجب أن يكون هناك سيطرة الديمقراطيين في مجلس النواب لكي يتم تمرير القانون بسرعة وبعد ذلك يتم الذهاب إلى مجلس الشيوخ في مجلس الشيوخ إذا بقي الأمر هكذا الجمهوريين يسيطرون على مجلس الشيوخ فأنا ذاك سوف يتم اللجوء إلى التصويت للتصويت على أي قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي يحتاج الديمقراطيين إلى ستين سوطا مع كامل أسف الجمهوريين هم الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ بـ 53 مقعد والباقي هو للديمقراطيين فأنا ذاك يكون من الصعب تمرير الحزمة المالية ما عدا إذا كانت هناك تصويت بالأغلبية يعني أن هناك مثلا جمهوريون في مجلس الشيوخ وافقوا على المصادقة بالإضافة إلى 47 ديمقراطيين الذي يشغلوا مقاعد في مجلس الشيوخ هذا هو الحل الوحيد لأن أي قانون لكي يتم تمريره من مجلس الشيوخ يجب أن يصوت عليه ستون عضوا في مجلس الشيوخ حتى ولا صادق عليه مجلس النواب لأن هناك غرفتين يجب أن يقوم كلاهما بالمصادقة على أي مقترح لذلك يعني الأمر نتمنى أن يكون هناك حزمة لأن نانسي بلوسي قالت بمجرد فوز ديمقراطيين سوف تقوم بتمرير حزمة هذه السنة يعني قبل نهاية السنة وحزمة مالية مع بداية السنة المقبلة لأن الناس تحتاج إلى مساعدة بالنسبة للأمور الأخرى في الشأن الاقتصادي أعلن بعض رؤساء جمعيات أصحاب الفنادق يعني الناس الذين لديهم اهتمام بالفنادق وأرباب الفنادق وغيرها من الأمر أنهم قالوا أنه في حالة عدم تمرير أي حزنة مالية يعني قريبا فإن هناك أرقام تقول بأن اثنين من ثلاثة فنادق في أمريكا لن تستمر بعد ذلك فلذلك الحزمة المالية ضرورية في هذه الأثناء اثنين من ثلاثة فنادق لن تشتغل الآن فلذلك يجب تمرير الحزمة بالنسبة للصفر الصفر انخفض بنسبة كبيرة يقال أنه الأسبوع الماضي مرى عبر مطارات الولايات المتحدة الأمريكية سبعمائة ألف يعني مسافر نفس الوقت الصنة الماضية في سنة 2019 مرى تقريبا اثنين مليون مسافر عبر مطارات الولايات المتحدة الأمريكية من بين الخبار الخاصة بالمطاعم أو أربع المطاعم فهناك أربعين في المائة من المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تعلن إفلاسها مع بداية مارس المقبل في حالة عدم وجود دعم فكما تلاحظون أن مجال المطعم والفندقة هم الأكثر تضررا من جراء هذا الوباء لأن توقف السواح أو السياح القادمين من جميع أنحاء العالم أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية السبب راجع لمشكل اقتصادي وكذلك ظهور وارتفاع حالة الإصابة من كورونا التي تخوف الناس من الصفر خارج ولايتهم أو خارج مدنهم فكما قلت اثنين من ثلاث فنادق ربما لن تستمر وأن أربعين في المائة من المطاعم سوف تعلن إفلاسها مع شهر مارس القادم بالنسبة لبرنامج حماية المستأجرين من الإخلاء كما تعلمون هذا البرنامج هو مستمر إلى غاية نهاية السنة بمعنى أن هذا لن يعفي المستأجر من عدم دفع فاتورة الإيجار لأن هذا البرنامج يحمي المستأجرين هذه الفترة إلى نهاية السنة لكن إذا توقف هذا البرنامج فإن المستأجر مفروض عليه دفع جميع الشهور المتراكمة عليه ولهذا فالأمر صعب في حالة أن هذا الشخص أو هذا المستأجر لم يجد عملا ليس هناك دعم له وليس هناك برنامج لحمايته لفترة أطول فيجب أن يتذكر الناس الذين هم متأخرون في دفع الإيجار أن الإيجار سوف يتراكم عليهم وأنهم عليهم دفع الإيجار مستقبلا بالنسبة للانتخابات الأمريكية فللفوز في الانتخابات الأمريكية يجب على الفائز أن يحصل على 270 صوتا لحد الآن كما قلت في الفيديو السابق فهناك سيطرة لجو بايدن على أغلبية الولايات هناك تقدم بايدن على المستوى الوطني هناك تقدم بايدن في بعض الولايات المتأرجحة وخصوصا فلوريدا ويسكنسن والكارولاينا أريزونا وغيرها من الأمر أقول لحد الآن لأنه الآن تبقى تقريبا 30 دقيقة على بدء الإغلاق في بعض مكاتب الاقترع في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تقريبا الآن الساعة السادسة والنصف بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية المكاتب سوف تغلقه في الساعة السابعة مع ذا بعض المكاتب التي سوف تغلقه في الساعة الثامنة ليبدأ يعني فرضوا الأصوات إلى ربما الساعة الحادي عشر أو الساعة الواحدة صباحا فكما قلت أنه من سوف يسيطر على الولايات المتأرجحة أو ميزمة بسوينك ستيت هو الذي سوف يفوز في الانتخابات الرئاسية لحد الآن جو بايدن متقدم في هذه الولاية وهي أشهر ولاية متأرجحة وهي ولاية فلوريدا نانسي بيلوسي وهو الخبر الذي سوف أختم به قالت أنه في حالة فوز ترامب أو في حالة عدم موافقته على تسليم السلطة لجو بايدن فإن نانسي بيلوسي لديها خطة سوف تقوم من خلالها بمعاقبة دونان ترامب ففي كلا الحالتين ترامب في خطر من طرف نانسي بيلوسي إذا فاز وتحدث على بعض الأمور أو وجدوا بأن هناك مشكلة في الأصوات أو فبركة في الأصوات فسوف تواجهه نانسي بيلوسي بمعنى أنه هناك احتمال أن يكون هناك صراع على السلطة حتى لو فاز أي شخص من المرشحين وهذا الأمر كناه مرارا وتكرارا في العديد من الحلقات التي وضعت قلت بأنه ربما سوف يتم اللجوء إلى الكونغرس أو يتم اللجوء إلى مجلس النواب للحل في مثل هذه الأمور خصوصا إذا كان هناك رقم كبير بين المرشحين أما إذا كانت الأرقام صغيرة يعني فرق صغير بين المرشحين فربما الأمور تكون أسهل أما إذا كان هناك يعني جاب أو فرق كبير بين المرشحين فربما سوف يتم اللجوء إلى القضاء أو المحكمة العليا أو غيرها من الأمور هذا كل ما يتعلق بالحزمة المالية أعد وأقول أن نانسي بولوسي تعلن أنه في حالة فوز الديمقراطيين فسوف تعلن عن حزمة مالية قبل نهاية السنة الحالية وحزمة مالية مقبلة السنة القادمة يعني سنة 2021 لأنه كما تعلمون الآن هناك ارتفع صاروخي في حالة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك العديد من الدول التي أغلقت فربما أعتقد ولست متأكدا أنه في حالة فوز جوبين ربما يغلق الاقتصاد الأمريكي بمعنى أن هذا الأمر سوف يؤتل على فرص العمل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية فهذا كل ما يهم هذه الموضوع شكرا لكم على مشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته